حسب الله هو ان يعمل واكل فيكم و ربي ان شاء الله ينتقم منكم في الدنيا قبل الآخر انتم الذين لا تعبون الــحوار هم الذين لا تعبون الـتغيير على المصالحة من اللي لا تعبون الجزائر قوموا بتمصت gmit entreها مثل الافاعي لا أتهدنا على عموم الناس الذين رهم بالمئناس ولا عموم الناس اللي رأهم في المخابرات هم خاوتنا ولا في الشرطة ولا في الدرك ولا في أي قطاع أتحدث على المجرمين اللي رأهم بيدهم سلطة القرار وعلى الناس اللي رأهم يسندوا فيهم يسندوا فيهم على جل ارتزاق وإذا ننهروا طوله هم يقزنوا وإذا ننهروا كامل وهو ما عقب الناس الشرفاء اللي رأهم ينشوا في الذبان على الشعب من هذا المرتزقاء اللي رأهم في الداخل ورأهم في الخارج انتم اللي يدرك ما رأكم مش تحوسوا على التغيير وما رأكم مش تحوسوا على الإصلاح تحوسوا على جل باش تبقى ومستمرين في الحكم وقاعدين دي كلان لما يغلب كلان يروح ويجي الكلان هذا يحط عقابه هذه هي ما رأكم تحوسوا لا على جزائر جديدة ولا تحوسوا على الإصلاح ولا تحوسوا على الخير للبلاد هذا اللي انت عامين وشعب برها وانا رك رايح انت هو اللي رك تحارب في العصابة صار نحن اللي من العصابة نزار السفاح نزار اللي قتل عباد الله خصص طوله طائرة ومواطنين عاديين واحد يقوم بمخالفة والله هذيك يدي قرار دي وجده من الجيش ويقول له بره واحد يخرج يدير خطاب ويهدر على على قائد الأركان اللي كنتو كامل كالعبيد قدامه قدام القائد صالح لما كنا ننتقدو فيه ومع ذلك يدخل بالطائرة والتوفيق اللي كان في السجن واللي مساهم في جرائم 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 لا تنسى خرجتهم من السجن وعفيتوا عليهم لو كان قال مثلا عفيتوا إلى الجزائريين وخرين مثلهم وراكم تسعاوا من أجل عجل باش انتم تنشرفوا الأخوة وتنشرفوا المحبة وتنشرفوا السلام وقالوا وش إليه وانتكلموش لكن يتبارسوا في التمييز بين الجزائريين تخصصه الطائرة فتحوله للخارج وتجيبه وطالع لهابط وهو تقول له انت بいい PCR الانتنتاج للجزائر ولكن يجب ان تدخل ولكن يجب ان تقعد في フندق ودفع المصاري موطن يجب أن تخصله طائرة و يخرجه داوي على ظهر الدولة كأن هالملك انتع باباكم أموال الشعب و مواطن آخر حياته كامله هو خدام في البلاد و يدفع في الغرامة و يدفع في الغرامة و يدفع في الأسيران سنتاعو من بعد حاش يموت كل كلب هذا بتمييز و هذا الحقرة و هذا التعسف و هذا التعنت و هذا العنصرية التي يشعرونها على الشعب أنتم أبناء الجزائر الجزائري معرف بالنيف الجزائري معرف بالكرم الجزائري معرف باللي ما يقبلش الحجرة الجزائري معرف ما يقبلش الذل منين الراسان تاعكم منين شو من كوكب جيتوا أنتم هذا اللي أنتم قاعدين تذلوا في عباد الله والفحل اللي يخرج يقول لكم كفاء يلا تحاولوا تسخوه بأي طريقة محبتوش تحشموه والله العظيم إذا كان كملتوا في الطريق اللي يراكم ماشيين فيها غير يجين نهار غير يكون المصير بتاعكم مثلا تشاو سيسكو وناس آخرين الجزائريين إذا كانوا قدرتوا تسكتوا مجموعة من الناس سيخرج من صلب هذا الشعب ويقرركم وسأكتفي بهذا الكلام ونفتح الخط للإخوة اللي يتكلم موسيقى موسيقى